اشتركوا في القناة الفريق ادى اداء هايل في كاس العالم برغم البداية اللي هي كانت صعبة جدا جدا علينا وكنا كلنا مشفقين على الفريق وعلى اللعيبة المتواجدة ولكن الجمهور كان ليه مفعول السحر في اداء اللعيبة داخل الملعب في بداية بوريات كاس العالم للاندية الفريق الفترة اللي فاتت حقق مكاسب كبيرة جدا ومنها ماتش المقاصة اللي فات يمكن الجهاز الفني الماتش اللي فات اتطمن على مستوى بعض اللعيبة زي كريم فؤاد افشة رامي ربيعة عودة الشناوي كمان اضافة كبيرة ده لا يقلل ابدا من المجموعة اللي كانت بتلعب او من مثلا علي لطفي اللي كسبنا معه بوريات كاس العالم شوفنا كمان ميكسوني في شكل جديد ميكسوني تقلق كما لم يتقلق من قبل فكرنا بميكسوني بتاع سنبا اللي كان بيعمل كل حاجة في الكورة ان شاء الله دي تكون بداية ميكسوني مع النادي الاهلي نهاردة ان شاء الله ده جعلنا بإذن الله معلول تاو عبد المنعم ان شاء الله كل دي اضافات قبل كل ده دي طبعا اوراق ربحة ولكن قبل كل ده الجمهور اللي في الملعب طبعا اوراق الربحة بتاعتنا اللي احنا تكلمنا عليها عودتها جنب باقي اللاعبين مسلماني نفسه مبارح في المؤتمر قال ايه قال رغم غياب بعض اللاعبين للاصابة في الفترات اللي فاتت لكن تقلق اللاعب اللي شاركه حطوا في حيرة كبيرة جدا في اختار التشكيل يعني هو النهاردة الناس عندها تساؤلات كتير هو هيبدأ بمين طب هو هيلعب ازاي طب هيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد طب هيبدأ بقافشة طب لو بدأ بقافشة مين اللي مش هيلعب على حساب مين طب هو المفروض ما يبدأش بقافشة شوط الاولين لا كلها كلها طبعا تساؤلات وانا واحد من ضمن الناس اللي عندي حيرة كبيرة جدا هو مصر مسلماني هيبتدي ازاي النهاردة يمكن شايفين طبعا فندق لقامة ومعانا على الشاشة ولعيبة النادي الاهلي في فندق لقامة قبل ان شاء الله مايروحوا المباراة تركيز زي ما بنقول كل مرة يعني هو كلام مكرر معدو لكن هي دي سمت لعيبة النادي الاهلي التركيز 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 تاخد بطولة تفرح يوم تركز بعد كده في البطولة اللي بعدها تركيز حتى اللي بيتحك با فيه ثقة سقة ولكن الثقة ثقة بالنفس ثقة ان شاء الله ان انا حنزل اعمل اللي عليه وبإذن الله البيع ربنا والتوفيمنا عندي ربنا وان شاء الله حنكسب النادي الاهلي زي ما قلنا الحضراتكم غير النادي الاهلي يمكن مستر مسلماني المباراة اللي فاتت عشان بردو خلي بالكو أو خلي بالحضراتكم الفترة دي أو الفترة اللي جاية صعبة جدا 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 فيها ضغط مباراة كبير جدا وعالي جدا للنادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الافريقي احنا قلنا لحضراتكم المرة اللي فاتت تقريبا كل تلات يام مباراة في في مباراة كده حتى محطوطة في النص لسه مش نايا حل ان شاء الله تتأجل اللي هي قبل مباراة سانداونز في جنوب أفريقيا كنت بتكلم على تقلق مكسوني الماتش اللي فات ورقة من ضمن الأوراق الربحة سواء بدأ أو ان شاء الله لو حتى على الدكة مباراة صعبة مباراة ليه أهمية كبيرة جدا 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 عند الفرقتين مباراة زي ما بنقول نتمنى المكسب للنادي الأهلي ولكن اعتقد من وجهة نظري ان المكسب هيجي ان شاء الله بس مش هيبقى سهل المكسب هيجي بتعب شوية هيجي يمكن في بعض الصعوبة لان المنافس بيلعب على نفس الطموح بتاعك أو بدرجة الطموح بتاعك هي برضو عنده المنافس قبل كده السنتين اللي فاته يعني انت ديته درس فهو مش عايز ياخد درس للسنة الثالثة على التوالي المنافس عايز يكمل والمجموعة صعبت بعد فوز المريخ على الهلال مبارح لا المجموعة صعبت بقى المريخ وسانداونز في المركز الأول بس كمان ايه المريخ نقيص لمباراة والأهلي نقيص لمباراة فنتيجة ماتش النهاردة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي نادي الأهلي ان شاء الله ما عندوش النهاردة غير المكسب بيلعب على المكسب فالنهاردة بإذن الله نادي الأهلي ان شاء الله يكون عند لعبته عند حسن الظن وكلنا ثقة بإذن الله ان اللعيبة دي تعمل اللي عليها والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله طبعا مش عايزة اقول ان كمان في حاجة سانداونز بقاله اسبوعين مريح في القاهرة سانداونز كان عامل معسكر في اسكندريا ويتمرن في برج العرب لان هو لعب الماتش اللي فات مع المريخ السوداني هنا في ملعب استاد السلام استقلوا الاهلي ويتسلام من ساعتها سانداونز قرروا ان هما ما يستفروش جنوب افريقيا حيريحوا هنا للمباراة دي فهم واخدين راحة بعد الماتش المريخ لحد الوقت نادي الأهلي في ضغوط مستمرة ولكن عشان كده انا بقول ايه الفرصة متساوية بالنسبة للفرقتين نادي الأهلي عليه ضغوط جمدة جدا جدا في غيابات راجعا لنا ان شاء الله فدي اضافة النهاردة فريق سانداونز على الجهة الاخرى مريح بقاله من ساعة ماتش المريخ يمكن داخل في عشر ايام او اسبوعين فان شاء الله باذن الله هيبند في الملعب طريقة واسلوب فكر مستر موسيماني من بداية المباراة هل هو هيقسم المباراة هل هو هيلعب بنفس الاسلوب والفكر طول المباراة ولا هيعمل ايه بالضبط كلنا تساؤلات مستر موسيماني دايما بفاجئنا سواء في طريقة لعب او في اختيار التشكيل تعالوا نروح دلوقتي لزميلنا كريم احمد من فندق اللي قامة ونتطمن منه